احنا هنتكلم دلوقتي عن خبر يعني هو تاني الدلالة على الشغف قد ايه لما يبقى عندك شغف تجاه حاجة ان انت بتديها كل طقتك بتديها كل اهتمامك وعلشان بتعمل ده بحب فعلا انت بتنجح فيها علشان كده احتفلت الالمانية جابي بورسا بتحقيقها الغطسة رقم 900 في شواط الغرداء في اعمال البحر الاحمر وده اللي حصل على مدار 12 سنة كانت بتمارس فيهم الغطس بمختلف مدن البحر الاحمر لسه كنا نتكلم على السياحة للاثار نتكلم بقى على السياحة الشاطئية برضو موجودة في مصر يعني بقوة السياحة الالمانية جابي قالت انها مبسوطة خاصة ان هي سابت المانيا من 3 سنين واستقرت بقى في مصر في مدينة الغرداء وانها قعدت 12 سنة بتروح وتيجي على شواط الغرداء خلونا نعرف بقى تفاصيل اكتر عن القصة انا عايز اقول لك كمان على حاجة انا عايز اقول لك انه لو تلاحظ الغرداء تحديدا الالمان بيحبوها جدا يعني صح؟ كل الالمان بالزيت لا والاوروبيين كمان لانه بيحبوا مسألة الغطس بقى وانه هم يتفرجوا على الشعب المرجانية والاسماك وكده الغرداء طبعا من الاماكن والبحر الاحمر كله يعني دايما الالمان والنمسا تلاقيهم دايما يحبوا قوي الغرداء تحديدا كمان هي جميلة بسرعة طبعا لا هي مصر وفي الجو بقى اللي احنا فيه دا الغطس احلى حاجة انا عايز اخطوص وحدش دلاني ارلا ما الصفي اخلاص طيب نعرف بقى تفاصيل عن هذه القصة بس احنا قبل ما نعرف تفاصيل عن القصة معلش يا كريم نعمل قطع كل شوية بس احنا عايزين نشوف الفيديو مع بعض نشوف الفيديو نروح نشوف الفيديو بتاع السقاح الألمانية ونرجع لحضراتكم مرة تانية يلا جابي ماذا تعتقدين عن 900 دايف اليوم؟ هذا هو اليوم بسرعة من حياتي لذلك تعتقدين 900 دايف اليوم؟ لذلك تعتقدين 900 دايف اليوم؟ إن شاء الله تعتقدين 5.000 حسنا؟ حسنا؟ هل تعتقدين بالدايف؟ انا مرحبا شكرا لك شكرا لك شكرا لك تصميد القطسة دي يعني انا مش عارف الرقم دا اي مدى ممكن لا و 12 سنة يحب نتكلم على 12 سنة إن هي يعني جابي بورثا هي مش الوحيدة في الحقيقة بس يعني هي نموذك فعلا يا كريم لأنه الإنسان ما يهملش شغفه بشيء أول ما تعرف ان انت شغوف بشيء ما تقعدش تحسبها كتير يعني فيه ناس مثلا تقولك إيه طب مصلا دا ما بيأكلش عيش فيقتل جواه شغف كان ممكن يكون على فكرة هو دا أصلا سبب تقلقه يعني هو دا اللي هيكون مستقبله أساسا هي فكرة لما حد كمان بيعمل حاجة هو بيحبها بيوصل للنجاح دي يعني دي قصة نجاح نتكلم على حد يعني ساب بلده وراح في بلد غريبة ممكن يكون ما بيتكلمش اللغة ممكن يكون ما راحش هناك قبل كده مجتمع مختلف بالنسبة له علشان يعمل حاجة مختلفة أو حاجة رائعة وفيها كمان مسألة انه بيحب الحاجة اللي هو بيعملها وصعب على فكرة مسألة الغطس دي محتاجها تدريب طبعا ورخصة يعني في الأول يعني مش حاجة ممكن الواحد يروح نزل ميا كده يختص وخلاص طيب اشتركوا الناس